السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنستطرق دائما لحسة الظواهر اللغوية المندرجة من الأسبوع الثالث من الوحدة الثالثة مجال الهوايات المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع في طبعته الجديدة عنوى مدس اليوم المفهول به ظاهر وضمير المفهول به ظاهر وضمر إذن من خلال فيديو اليوم سنتعرف المفهول به حين يكون ظاهرا وأيضا حين يكون ضميرا ولاحظوا واكتشف أقرأ الجمل وأحدد العناصر الأساسية فيها إذن نقرأ الجمل ونرى المثال إذن الجمل الأولى تعلمت بسمة أصول فن التصوير إذن الفعل هو تعلمت الفاعل بسمة المفعول به أصولة إذن هنا المفعول به هو ظاهر عن ضمير إذن المفعول به ظاهر والمفعول به دائما يأتي منصوبا هنا واحد القاعدة أن المفعول به يأتي منصوبا يأتي منصوبا يأتي منصوبا بالفتحة أو بالياء والنون أو بالياء والنون حين يكون مثنى يختار وائل من كل صنف ورقة إذن ورقة يختار الفعل هو يختار الفاعل وائل المفعول به ورقة إذن هنا ورقة مفعول به كيف هو ظاهر إذن ورقة يغلبني وائل في لعبة الشطرنج يغلبني إذن الفعل هو يغلب الفاعل وائل المفعول به هو ياء الياء يغلبني الياء والياء هنا ضمير نضعها في خانة ضمير لأنه ضمير متصل ضمير متصل مفعول به ضمير متصل الياء سجلها والدها في نادي السباحة إذن الفعل هو سجل سجل الفاعل والد والد هو الفاعل بالنسبة للمفعول به لاحظوا معي اقترنا الفعل بحق الغق ضمير متصل في محل نصب مفعول به إذن ها هي المفعول به ضمير إذن ها ضمير مفعول به ضمير متصل إذن سجل هو الفعل والد فاعل والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به إذن مما تكونت الجمل في الترصيمة إذن تكونت كل الجمل من فعل فاعل ومفعول به إذن من فعل وفاعل ومفعول به الإسم المنصوب الذي وقع عليه الفعل ماذا يفعل عليه فعل الفاعل ماذا يسمى الإسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل يسمى فعل الفاعل أصول ورقة إذن هنا ألياء يغلبني وائل في لعبة الشطرنج سجلها والدها في نادي السباحة إذن إسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل يسمى مفعولاً مفعول به مفعول به كيف يأتي المفعول به؟ يأتي ظاهراً أو ضميراً يأتي المفعول به ظاهر ظاهراً أو ضميراً ضميراً متصلاً إذن يأتي المفعول به ظاهراً أو ضميراً متصلاً وعيد تكونت الجمل من فعل فاعل ومفعول به الإسم المنصوب الذي وقع عليه الفاعل يسمى فعل الفاعل يسمى مفعول به يأتي المفعول به ظاهراً أو ضميراً متصلاً نستنتج أيضا المفعول به اسم يقع عليه فعل الفاعل ويكون منصوبا ويأتي المفعول به اسما ظاهرا ويأتي ضميرا متصلا بالفعل أحدد المفعول به ونوعه في الجمل الآتية في الترسمة هنا التقطت بسمته صورا للغابة إذن المفعول به هنا هو صورا التقطة فعل بسمة فعل صورا مفعول به إذن نوعه ظاهر هل هو ظاهر أو ضمير متصل؟ ظاهر أرسلتها إلى أصدقائها خارج المغرب إذن أرسلتها المفعول به هو الهاء الهاء إذن نوعه ضمير ضمير متصل بالفعل ضمير متصل تمارس آية رياضة السباحة والغوص إذن تمارس فعل آية فاعل رياضة مفعول به رياضة إذن نوعه المفعول به هو ظاهر ظاهر يحب رائد لعبة الشطرنجي إذن يحب فعل رائد فاعل لعبة مفعول به كما عرفنا أن المفعول به يأتي منصوبا نوعه ظاهر نوعه ظاهر أنشئ ثلاثة جمل حول الهوايات تتضمن كل واحدة منها مفعولا به ظاهرا أو ضمير متصلا إذن ماذا نقول تحب مثلا تحب مريم لعبة الشطرنجي إذن تحب مريم ولعبة الشطرنج الجملة الثانية يحفظ ممثلون الأدوار ويوزعونها لاحظوا معي يحفظوا الممثلون الأدوار ويوزعونها هنا في البداية الأدوار مفعول به ظاهر وهنا عندي ضمير ضمير يمارس أبي ركوب الخيلي أو أحي يمارس أخي هواية ركوب الخيلي إذن يمارس أحي هواية ركوب الخيلي المفعول به وهواية هنا مفعول به لعبة يوزعونها والأدوار هنا الهاء والأدوار مفعول به هنا ضمير متصل وهنا ضاهر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم مؤيدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مع السلامة ترجمة نانسي قنقر